نأتي هنا إلى العنصر أو البند الثالث من بنود الحسابات المدينة أو فيما يتعلق برأس المال العامل وهو إدارة المخزون نعلم من أن رأس المال العامل أو الموجودات المتداولة أو إجمال رأس المال العامل كلها بمعنى واحد أنها تمثل بنود الموجودات المتداولة النقدية الحسابات المدينة المخزون هنا من المعلوم أن المخزون من البنود التي تحتاج إلى وقت حتى تتحول إلى سيولة ولهذا رأينا فيما يتعلق بنسبة سيولة السريعة أننا استبعدنا المخزون والمصارف المدفوعة مقدما من إجمال الموجودات المتداولة عند قسمتها على المطلبات المتداولة لاحتساب نسبة السيولة السريعة لأن المخزون يحتاج إلى وقت حتى يتحول إلى سيولة وبعض المنظمات تعتقد أن المخزون في كل الأحوال مشكلة ولكن المخزون ليس في كل الأحوال مشكلة فقد يكون هناك إذا كان من ضمن سياسات المنظمة سياسة المضاربة في عملية الاحتفاظ بالمخزون فإما فيما يتعلق بالمواد الأولية أو في المواد تمة الصنع أو لمواجهة ظروف ارتفاع الأسعار في شراء المواد الخام وإمكانية ارتفاع أسعار المواد أو البضاعة تمة الصنع فتقد أن في نهاية العام يظهر المخزون برقم أكبر أو رقم مخيف مما يقع المحلل المالي يتحفظ أحيانا عند عدم معرفته لماذا زادت كمية أو مبالغ المخزون في نهاية العام قد يكون نتيجة لبطء الحركة في الربع الأخير من العام أو قد يكون نتيجة لزيادة إذا كانت شركة صناعية زيادة المعروض عن الطلب وبالتالي حصل تراكم في المخزون هنا زي ما قلنا من أبرز المؤشرات التي يتم التعويل عليها عند راسة المخزون مؤشر من مؤشرات النشاط وهو معدل دوران المخزون كلما زاد معدل دوران المخزون كلما دلل على كفاءة المنشأة في عملية إدارتها لبيع البضاع أول بأول وبالتالي انعكاز ذلك على زيادة الربحية وهو الهدف الرئيسي بالنسبة لأي منظمة من المنظمات أهم نقطة أساسية هو في إدارة المخزون الفعالة من خلال تحليل الاحتياطيات والمراجعة الدورية للحد الأدنى والحد الأقصى نقطة عادة الطلب بالنسبة للمواد المشتراه كما الحجم الاقتصادي بالنسبة لما يسموه بالحجم الأمثل للشراء والتخزين بالإضافة إلى كما ذكرنا سابقا تحديد الحد الأدنى من المخزون لمواقهة الطوارئ وكذلك تحديد حد أعلى لا يتقاوزه المخزون هذا عندما يتم تمثيله بيانيا يكون بهذه الصورة أو بهذا الشكل هنا نجد من أنه هنا نقطة إعادة الطلب وهنا يأتي الحد الأدنى الحد الأعلى من المخزون وهنا يأتي الحد الأعلى هناك حد أدنى وهناك حد أعلى ثم يأتي فيما يتعلق بنقطة إعادة الطلب وهي النقطة الواقع ما بينهما عندما يبدأ المخزون بالوصول إلى هذه النقطة تبدأ المنشأة في التفكير بعملية نقطة إعادة الطلب ولهذا نجد من أنه على إدارة المخازن دور كبير في عملية مراقبة المخزون والرفع الدوري للجهات إما لإدارة المشرعات أو لإدارة الإنتاج بما تبقى من مواد أولية فيما يتعلق بإدارة الإنتاج وما يتبقى من مواد تمثصنع بالنسبة لإدارة التسويق وكذلك فيما يتعلق في حالة ورود طلب من أي جهة من الجهات للشرع لا بد من التأكد من مدى توافر المواد المخزنة لدى المخازن وفي حالة عدم وجودها بالكمية الكافية يتم عملية إقراء أو تحرير أمر طلب الشرع هنا ما هي الآليات لزيادة معدل دوران المخزون طبعا المتوسط عدد المرات التي تستنفذ فيما يتعلق بتعريف معدل دوران المخزون كم عدد المرات اللي يستنفذ مخزون المنظمة وكذلك تقديده خلال السنة ويتم احتسابه وفقا للمعادلة التالية معدل دوران المخزون يعطينا تكاليف المبيعات أو تكاليف البضاعة المباعة وهنا لابد من تحديد أنه تكاليف البضاعة المباعة هو غصيد البضاعة أول المدة زائد البضاعة التي يتم شراؤها خلال إما الربع أو خلال السنة ناقص غصيد البضاعة آخر المدة إذن هذا هذه المعادلة نسميها تكاليف المبيعات ساوي هذا المعادلة وبالتالي بالإمكان احتسابها إن لم يتم احتسابها ووردت لدينا بيانات مالية من القوائم المالية من قائمة الدخل فنجد أنها تأتي بالبند الثاني صاف المبيعات ناقص تكاليف المبيعات يساوي مكملها مشغرب فبالإمكان أننا نحتسبها من قائمات الدخل أما فيما يتعلق بمتوسط المخزون فنحن نعلم أن التعويل على مخزون آخر المدة على نهاية السنة قد يكون مؤشر مضلل ولا يعبر تعبير حقيقي عن المخزون طول فترة السنة فلهذا يأخذ بمتوسط المخزون وهو يمثل مخزون أول المدة زائد مخزون آخر المدة ويقسم على ثنين فيعطينا متوسط المخزون وهذا المؤشر هو اللي هو معدل دوران المخزون بهذه الصورة التي هو عليها وفقاً للمعادلة أكثر دقة من المؤشر الآخر الذي بالإمكان أن يتم استخدامه في حالة عدم توافر بيانات عن متوسط المخزون أننا أخذ كم صاف المبيعات على إجمال المخزون بعض الكتب المالية يحتسب مؤشر معدل دوران المخزون صاف المبيعات على إجمال المخزون لكن كما قلنا أن إجمال المخزون وهو الوارد في قائمة الميزانية العمومية أو المركز المالي نجد من أنه لا يعبر إلا عن المخزون في نهاية العام وبالتالي قد يكون المؤشر بمجمله مؤشر مضلل فلهذا يتم التعويل على المعادلة الماثلة أمامنا وهو أننا أخذ تكاليفة المبيعات أو ببضاع المباعع لمتوسط المخزون نأخذ مثال توضيحي لذلك شركة من الشركات شركة عيبان كانت مبيعاتها 2 مليون 800 ألف تكلفة المبيعات 50% والمخزون في أول المدة كان 600 ألف ومخزون آخر المدة كان 800 ألف ما دام موجود عندي أو توافر لدي من المعطيات مخزون أول مدة ومخزون آخر المدة إذن متوسط المخزون بالإمكان احتسابه وبالتالي بالإمكان احتساب معدل دوران المخزون وفقاً للمعادلة التالية والمطلوب مني يجد معدل دوران المخزون إذن أنا في البداية أحتسب أول نقطة أساسية متوسط المخزون مخزون أول المدة 600 ألف ومخزون آخر المدة 800 ألف قسمه على 2 يعطينا 700 ألف هنا غيال كوحدة قياس أجي شوف كم تكلفت المبيعات عندي أساساً المبيعات الإجمالية 2 مليون 800 ألف في تكلفة المبيعات 50% يعطلع مليون أو النتيجة مليون 400 ألف هنا سيكون معدل دوران المخزون عندي 1.400 ألف تكاليف المبيعات على متوسط المخزون 700 ألف مرتين إذن في خلال السنة معدل دوران المخزون مرتين وهو معدل بطي وقد يحكمه طبيعة النشاط نفسه قد يكون يبيع مثلاً 2 طواحين أو إذا كان مصنع مثلاً خطين إنتاجيين لكن هذا المعدل قد يكون بمئات المرات في حالة السلع الميسرة والسلع الاستهلاكية فلهذا ما يحكم هل المؤشر أولاً من حيث النتيجة يحكمه طبيعة النشاط أو السلع من حيث هل النتيجة إيجابية أم النتيجة سلبية يحكمه المعيار الذي على أساسه يتم المقارنة فهل هو معيار صناعي أم معيار تاريخي أم معيار مستهدف أم معيار قطاعي كل ذلك لابد النتيجة لا تعبر عن شيء إلا إذا تم مقارنتها بمعيار بأي من المعايير التي تم ذكرها سابقاً يمكن الحكم على أنه معدد دوران المخزون في هذه الشركة قيد أم أنه رديء وبالتالي النقطة بعد عملية استقراء النتيجة هو تقييم ما تم التوصل إليه من استنتاج وبالتالي إن كانت هذه النتيجة غير مرضية ما هي المعالقة لها هو يعاد النظر في مكونات المعادلة وبالتالي زيادة مكونات البص وتقليل مكونات المقام أو إحداث نوع من التوازن ترجمة نانسي قنقر